اهلا بكم متتبعي قناة انفاس برايس ومتتبعي طرائف الشروق هاد المرة سنعرف مع الشروق ماذا جرى في ديربي بين الوداد والرجاء والبطل هذه الحكاية وشكوون ديريس عشر كوري دازف الراجاء في الثمانيينات والعاف في المنتخب الوطني وواحد ديربي اللي من الديربيات اللي قاش ديربي دير راجو ويداد فيهم زعف ميدقال الديربي كان في الف تتعمية ومعا وثمانين مبارا ديالالقياب وكان ذاك القياب جميعا كانت في محمد خاميس وكان جميعا بعد الاحداث كانوا واحد العادة ديال الموضة المغربية خاصة مراك شو تيطوان عارفوش احداث اليدادات ديال هذه المبارا ديال المبارا ديال المتابعة الجماهيرية للويداد وراجا الان ملا تنقول الشفا تقسم التقادل والتفقول التقادل ولكن طريفة اللي بغي نقول اليوم رأي جماهير ديرلالكورة في ذلك الوقت رتي اقلع للحكاية ودريس عالشى براس ورتي كنت تذكرها وكان واحد الواحد لاني واحد الواحد ودريس عاش نجد واحد الكورة فوق الديزويت في الشبكة دي اللي ويدل كين بادو الزاكي دار واحد الضورة ووطا واحد الكورة شيرا واحد الكورة ودخل الشبكة الزاكي مش يفورو هل كانت نتيجتك ساعة؟ هل واحد الواحد ولكن ذاك الهدف كان الهدف التين راجع فاللي معروف هو ان اللي عملك هي مركشي بيت وفي الدير بي وخاطر في الدير بي اتزالك في طاير وطاير فراح فى ادريس عاش نجديرين جلد فراسوا حتى هل اتزالك للفراسة ووصلا واحد اللحظة لله دمرت عادة بش فراح ووووووووو ولكن من البعاد كان الاخر المرحوم الذي يدير للراجع هل كان الوحد كان الوحد مجلس كان كان الى اذي العام لعب على الويدهد ووحد الكورة له اذا اذا ان كان الويدف كان الواحد الويدف وة ادفت عادل ماذا تكون النتيجة عادل بموسلمه تقولك جمهور كومبين واذا كان الكمبين وما كانت كومبين وما كانت كومبين لا نقضي شو واحد له ذلك لذلك اللعابة اللي في الميدان هم مولي تقدر يقولك وما كانت كومبين أما الجمهور لغاية استشرق على ذلك الرجول وذلك نخرجوا شوية من الطريفة ومسابقات الأفريقية شفنا كيف يشتعامل إعلام المصري مع المقابلة كيف تقرأت إعلام مصري فيما تكون مقابلة تعقل القدم يعني ما يدخلين شيء حرب ودخلين شيء هذا هو عن قادية المغاربة لذلك نعرف مصري وعرف عندي أصدقائي إعلامين مصري على سبيل مثال 150 قناة تلفازية حرة وتعطوه أهمية الرياضة فقط تخيل كيف تتكلم على الرياضة ليس بحل أننا لدينا قلوات لدينا قلوات لدينا الرياضة فتخيل أنه عندك 150 قلوات وكيف يدو على الرياضة ويبقوا يدو على الناتجة على التشكيلة ويبقوا عندهم حرية التعبير وقد أصدقائي فهي صحفي ولم تتجدو لماذا كيف نحصل في مباراة كرة القادمة إلى معركة وحرب لم يكن لديهم عادي في الصحافة وعلى المغرب كانت في 6 أكتوبر ومصر كانت في أكتوبر ومصر وكانت حرب أكتوبر وكانت شركة دائما في الإطارة الصحفي الصحفي كما تعرفوها الصحفي في الإطارة الجراء تحركها هذه ولكن طبعا في الحال وكانت أسفلها وكانت أسفلها في المغرب وكانت رسالة كيف ترى الأمور استلبية وكانت أحد أصدقاء مصريين التي تلوه بالمغرب وشكر المغرب وشكر الرجاء والمغرب على استضافة لهم للأهل والزمالك والبيراميد وكانت أصدقاء المنزل وكانت أصدقاء لما يتحرك وكانت أصدقاء المسائل السيلبيا وكانت أصدقاء أسفلها لأهل الأعداد والإعلامي المصريين والمغرب يموتوا على المغرب شكرا تشروق وشكرا متتبعي قناة الفاس بريس وإلى اللقاء في حلقاتين جديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة